في حلقة النهاردة هنوضح التضحية الأسطورية اللي حصلت من جانب باتمان وده اللي كان المفروض يحصل في نهاية العالم السينماء القديم بتاع دي سي واللي يمكن معظم فانس دي سي ما تعرفش ان بالفعل حاجة زي دي المفروض كانت تحصل وده علشان خاطر يحصل استقرار في الخط الزملي بالكامل فحضر كباية شاي علشان خاطر تستمتع بحلقة النهاردة انا بشرح لك كل التفاصيل اللي بتوصل في النهاية لتضحية باتمان بروس وين لو لسه ما اشتركتش في القناة نزل اشترك وفعل زر الاشعارات على كل عشان يوصل لك كل جديد وحط لايك على الفيديو من غير ما نطول في الكلام يلا نبدأ في البداية كده عملنا قناة خاصة بالكوميكس هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت علشان نتكلم على تضحية باتمان بروس وين خلننا كده نوصل للبداية وهي مع فيلم باتمان دي سوبرمان وبالاخص كده وقت ما كان باتمان بيشوف النايتمير لكن هنا خلينا نستبعد نقطة النايتمير شوية خلينا نشوف اللقطة الاستورية اللي كانت عاملة قلبان حرفيا حتى ما بنشوف كده فلاش بيظهر لسواني وبيوضح رسالة معينة لبروس وين واخرها كده ان لو سلين هي المفتاح علشان بعد ما يحصل حاجة زي دي بروس وين هنا مش بيعد الموضوع ببساطة تأكد ان فيه حاجة قيلة فعلا ممكن تحصل الموضوع ما كانش مجرد صدفة ان احنا نشوف لقطات من نايتمير بعد كده يظهر فلاش من المستقبل يبعث رسالة لبروس وين خصوصا كمان ان احنا هنا يعتبر لسه متعرفناش على شخصية باري ألن واللي المفروض بعدها كده في السنايدر كات بروس وين هيتقابل فعلا مع الشخصية دي وبعدها يضمه للفريق فاللي بيأكد لك ان الموضوع ده ما عداش ببساطة مع باتمان بروس وين لما بنشوف كده لقطة في السنايدر كات بعد ما قامه باعادة سوبرمان مرة تانية وفي اللقطة دي بنشوف محادثة بتحصل ما بين بروس وين وما بين ديانا وحاجة زي دي بنشوفها بتحصل بعد ما ديانا بتلاحظ ان بروس وين باله مشغول بحاجة فبعدها كده بروس وين بيحكي لها عن اللي حصل وان بالفعل باري ألن ظهر ليه على المكتب وبيقوله كده ان لويس لين هي المفتاح وبعدها ديانا بتعرفه ان هي بالفعل المفتاح انها قدرت ان هي تسيطر على سوبرمان بعد ما كان مشوش لشان كده كان باري ألن عنده حق ان هي فعلا المفتاح واللي يمكن بعد المحادثة اللي حصلت ما بينهم دي بروس وين بيطمن شوية على المستقبل اللي يمكن فعلا هنا قدر ينفذ الرسالة اللي باري ألن بعتها له لكن هنا مع نهاية السنادركات واننا كمان نشوف لقطات من النايت مير فحاجة زي دي بتعرفك ان المستقبل لسه في خطر بل كمان النايت مير ده بيكون أوضح بشوية عن النايت مير بتاع باتمان ضد سوبرمان لان هنا بيورك الشخصيات اللي هتتحالف مع باتمان علشان خاطر يوقفوا التواغية سوبرمان يعني عندنا كده شخصية سايبورج وكمان فلاش وكمان شخصية ميرا ولكن الغريب في الموضوع ان باتمان هيتحالف مع أعداؤه واللي على رأسهم كده شخصية دي سستروك وكمان الجوكر وبيقال كمان اننا مفروض كنا نشوف شخصية ديت شوت من فيلم سو سيد سكواد للمخرج ديفت اير واللي كان هيقوم بنفس الدور برضو الممثل والاسميس فبعيد هنا عن أحداث نايت مير والحوارات اللي هتدوروا ما بينهم خلينا بقى ان نشوف المحادثة اللي حصلت ما بين الجوكر وما بين باتمان واللي على قد ما المحادثة دي كانت قسيرة اللي انا باعتبرها بصراحة من أحسن المحادثات اللي حصلت ما بين الجوكر وباتمان في اللايف اكشن فهنا مع كل كلمة كان بيقولها الجوكر كانت بتفتح تساؤلات كتيرة جدا يعني من دمن الكلام اللي بيقوله الجوكر بيتكلم حوالين شخصية روبين اللي طبعا زي ما احنا عارفين كده ان الشخصية دي تقترت عن طريق الجوكر اللي المفروض كده لو كان العالم السينما القديم بتاع دي سي كيمل كنا نعرف الشخصية دي ماتت ازاي اللي بالمناسبة برضو هتلاقيين عامل حلقة هنا على القناة ووضح لك فيها بشكل كبير شخصية روبين ماتت ازاي سيب لك لينك الحلقة دي في الديسكريبشن او في الاي اللي فوق عيد هنا عن كلام الجوكر على شخصية روبين فخدنا هنا بقى نتكلم على نقطة مهمة جدا الجوكر كان بيتكلم حواليها وهو ان كام خط زمن يا باتمان هتضمره علشان ما عندكش الشجاعة انك تضحب نفسك علشان نعرف هنا ان الجوكر بيتكلم على لويس فانا كده اللي بيتتضح معانا في احداث الجزء التاني من الجاستيس ليج زاك سنايدر ان في الاحداث دي المفروض كانت لويس لين تكون مهمة باتمان انه هو يقوم بحمايتها طيب الموضوع هنا هيجي ازاي خدنا اقول لك كده بكل بساطة ان في احداث جاستيس ليج 2 بتاع زاك سنايدر ويمكن حاجة زا دي وضحتها لك برضو في الحلقة بتاعة ريدلر ان المفروض هنا ليكس سلوسر هيبتدي يكون فريق فيلانز علشان خاطر يخلص على اعضاء الجاستيس ليج وفي نفس الوقت هنا هنشوف ان ريدلر هيبتدي يحل المعادلة المضادة للحياة قدمها الليكس سلوسر واللي عن طريقة بالفعل ليكس سلوسر هيفتح بوابة والبوابة دي هيجي منها دارك سايد في نفس الوقت هنا المفروض ليكس سلوسر هيعرف دارك سايد انك علشان خاطر تسيطر على سوبرمان وتحطمه من الداخل يبقى عليك وعلى ليو سلين على الجانب التاني اعضاء الجاستيس ليج بالفعل عرفه ان دارك سايد وصل الارض وان ده كل حصل عن طريق ليكس سلوسر فوقتها هنا سوبرمان بيبتدي يتكلم مع بروس وين في الكهف بتاعه ويعرفوا كده ان لازم يكون خارج المعركة دي لان المعركة دي للاسف هي تكون اكبر منه هيأثر فيها اي سلاح بشري التاني هنا السوبرمان هيعرض على بروس وين باتمان ان المهمته انه يحمي ليو سلين طبعا بنعرف كده ان ليو سلين هي حامل علشان اثناء المعركة دارك سايد بيستغل الفرصة وبيقدر بالفعل ان هو هيوصل كهف باتمان وان المفروض مشهد زي ده لينا كفانزل دي سي كان هيكون فعلا مشهد اسطوري هنا دارك سايد بيكون واقف وقدامه ليو سلين وفي نفس الوقت بروس وين باتمان علشان هنا دارك سايد وبدون اي سابق انظار يطلق شعاع الاميجا على ليو سلين هنا سوبرمان للأسف بيوصل متأخر علشان هنا نشوف اللقطة الشهيرة اللي شفناها في احداث جاستس ليك زاك سنايدر الجزء الاول اسناء ما سايبورج بيشوف لقطات من المستقبل وكلنا كده بنشوف ان السوبرمان بيحمي الجزة والمفروض كده ان المشهد ده بالكامل في كهف باتمان ووراها دارك سايد واللي في نفس اللحظة كده بنشوف ان دارك سايد بيحط ايديه على كتف سوبرمان وعدها تلمح كده ان السوبرمان يعتبر بيستسلم للمعادلة المضادة للحياة ان خلاص كده دارك سايد قدر ان هو يسيطر عليه ويكون تحت طوعه نعرف كده ان دي النقطة الفاصلة في الخط الزمني بالكامل ان كده باتمان لو كان قدر بالفعل ينكز لويس لين كده نقدر نقول ان ما كانش هيحصل اي حاجة من احداث النايت مير ولكن بعد ما بنشوف كده ان بروس وين او باتمان مش بيقدر ينكز لويس لين فده كده اللي بيوصلنا بالفعل احداث النايت مير علشان كده من بعد المشهد ده بنكمل بعد كده في احداث النايت مير اللي زي ما شوفنا كده من احداث النايت مير ان دارك سايد وجيوشه هيقدر بالفعل يغزوا كاكا بالارض وعلى رأسهم سوبرمان لشان هنا باتمان يبتدي يتحالف مع اعداءه مع بقيت الفريق او الاعضاء المتواجدة من الجاسس ليج لشان يبتدي يشوفوا حل ان هما يسلحوا الخط الزمني بالكامل مرة تانية هنا مع الاحداث المفروض بالفعل ان هما هيوصلوا الحل الحل ده هيكون عن طريق فلاش ففي الوقت ده مع الفريق اللي احنا عارفينه بينضم ليهم كمان جريل لانتران لشان هنا في الليلة المنتظرة بيشرح بروس وين خطته لجريل لانتران وبقية الاعضاء المتواجدين بتنفيذ الخطة بتاعتهم وده طبعا كمان بيحصل اثناء شرح سايبورب وشغال في كاف باتمان وموصل بالالات علشان خاطر يعمل على تقنية ضخمة جدا وهي جهاز الرجل الكوني مفروض هيساعد فلاش على الصفر بالزمن الماضي تمان في الوقت المناسب اللي هو محتاجه فالمفروض هنا ان باري ادن هيقوم بتحذير باتمان وده علشان خاطر فلاش العدلة بالكامل تكون على اتم الاستعداد لكن هنا اثناء عودة فلاش بالزمن هيكون قدامه بالزبط من عشرة لخمستاشر ثانية علشان هنا يبقى السؤال يطار المفروض في العشرة او خمستاشر ثانية دول فلاش هيقول ايه لبروس وين علشان يعرف ان الرسالة دي مهمة وبالفعل يغير الخط الزمن بالكامل فقطها هنا الاعضاء المتواجدين بيتفقوا على رأي واحد وان باري هنا المفروض يقول لبروس وين لازم توقف ليكس روسر وفعلا هنا مهم عندهم حق لانك انت لو وقفت هنا لكس روسر هتقدر توقف الخطة اللي هو شغال عليها واولا كده ان هو مش هيقدر يقتل فرقة العدالة وسانيا دارك سايد مش هيوصل لكوكب الارض ولكن حاجة زي دي ما كانتش سهلة على بروس وين ان وقتها كده بروس وين بيعترف في لحظة ضعف ان وقت ما لو سلين ماتت قدام عنيه اتردد ان هو ينقذها لانه شايف انها بالنسبة لسوبرمان العالم بالكامل لشان هنا بروس وين يتكلم مع باري ويقوله هنا انك لازم تحذرني بشأن موت لو سلين واعتقد ده المفروض يغير كل حاجة بالكامل وده بقى اللي رجعنا الكلام الجوكر مرة تانية في احداث النايت مير في نهاية السنادر كار لما بالفعل قاله كم خط زمن هتضمره لانك ما عندكش الشجاعة انك تنقذ لو سلين وتضحي بنفسك وده اللي كان وضح في كلام وضوح الشمس لشان ده يعرفنا ان في المستبل وفي احداث الجزء التاني المفروض ان باتمان بروس وين هيعترف بالكلام ده في نفس الوقت كده برضو من كلام الجوكر يعرفك ان التجربة دي ما تمتش مرة واحدة بل حاجة زي دي حصلت اكتر من مرة لانه هو هنا قاله كم خط زمن وحاجة زي دي تعرفك ان بروس وين او باتمان كان بيجرب ان هو ينقذ لو سلين باي طريقة تانية غير انه يضحي بنفسه في النهاية لكن الاسف مع كل تجربة بيعملها بروس وين خط الزمن بيتضمر وفي النهاية كده دارك سايد وسوبرمان بيستحوزوا على كوكب الارض بالكامل علشان هنا ما يبقاش قدام بروس وين باتمان غير حل واحد فقط وهو ان لازم يتدخل وقت ما دارك سايد بيدرب الشعاع الاميجا على لو سلين ويتصدى ليه بدلا من لو سلين وقت ده المفروض كل حاجة بالكامل هيتتغير فاذا في النهاية كده بروس وين باتمان بيعرف ان لازم يضحي بنفسه ده يمكن حاجة شبيهة لحد ما بالاحداث بتاعة اندي جيم في مارفل وهو علشان خاطر يقدروا ان هم يزموا سانوس يبقى الحل الوحيد ان ايرون مان يعمل الاسناب ويضحي بنفسه ان في اي سيناريو تاني للأسف سانوس هو اللي هيكسب بعد معركة مسيرة جدا ما بين اعضاء الناية مير وما بين سوبرمان ودي اللي ممكن برضو اشرح حلق في حلقة منفصلة بيقدروا بالفعل يوفروا الوقت لفلاش علشان خاطر يقدر ان هو يرجع بالزمن بالفعل فلاش هنا بيقدر يرجع بالزمن ويقول لبروس وين الكلام اللي قالهولو علشان نيجي هنا مرة تانية للمشهد بتاع كهف باتمان ونشوف ان دارك سايد قدر بالفعل ان هو يوصل للكهف ده ولكن قبل ما دارك سايد يضرب بشوعي الاميجا لو سلين على طول باتمان بروس وين بيكون وايف قدام لو سلين وبينكزع بالفعل من شوعي الاميجا لكن هنا باتمان بيصاب لصابات خطيرة جدا في اللحظة دي على طول سوبرمان بيوصل للكهف علشان هنا يستخدم الغضب بتاعه ضد دارك سايد وبعد كده يبتدي ان هو يضربه واللي بيوصل في النهاء ان بيحط رجلية على دماغ دارك سايد علشان دارك سايد يتراجع عن كل الكرات اللي هو عاوز يعملها ولكن هنا جيوش دارك سايد بيبتدوا ان هم ياخذوا العالم واللي بعدها سوبرمان بيقدر ان هو يجمع جيوش العالم بالكامل علشان يقفوا في وجه دارك سايد اللي في النهاية بيقدر بالفعل ان هما ينتصروا بعدها بيرجع مرة تاني الكهف باتمان اللي بيلاقي وقتها ان بروس وين لسه عايش ولكن للأسف الاصابات بتاعته هتوصله ان هو يموت بس هنا الموضوع ده مش بيستمر طويلا علشان بعدها باتمان بروس وين يموت ودي يمكن تكون اعظم تضحية حصلت من باتمان بروس وين في العالم السينماي القديم بتاع دي سي او بالاخص كده لسنايدر فيرس علشان خاطر يقدر ينكز العالم بالكامل او الخط الزمني ولكن هنا الموضوع مش بتوقف لحد هنا علشان بعد عشرين سنة من الحدث ده عند التمثال التسكاري لإحياء ذكرى تضحية باتمان بنشوف كده مع كلاركينت وليويس لين بروس كلاركينت وده يعتبر كده ابنهم فاللي بنعرفه كده ان هو بتولد بدون اي قدرات خارقة علشان بعدها يتخذ القرار ان هو يكون باتمان الجديد واللي كلارك وقتها بيقوله ان عمك بروس كان هيكون فخور جدا بيك لأول مرة منذ عشرين عاما ترجع الجريمة مرة تانية لمدينة جوسم اللي بتحتاج وقتها الباتمان جديد اللي وقتها كده بيتقدم معانا باتمان جديد بروس كلاركينت اللي بيتخذ شعار باتمان وكمان سوبرمان في شعار واحد ليه وزي شعار باتمان ضد سوبرمان ومس كده يكون فيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك ولو لسنا مشتركتش في القناة انزل اشترك وبيس اشتركوا في القناة